خلصة الأفراح وخلصة السعادة وخلصة كل اللي انتو بتعملوه عشان منتخبنا كسب المغرب وكوديفوار طبعا فرحنا وطبعا فخورين وطبعا راسنا في السماء عشان لعيبة رجالة عملوا أداء رائع في مباراتين في منطقة القوة قدام كوديفوار وقدام المنتخب المغربي بس الفرحة تكمل بالكاس تكمل بالبطولة عندنا مباراتين أولى مع الكاميرون والأخير ان شاء الله بعد ما نعدي الكاميرون في النهائي مع سنغال أو بوركينا فاسو الفائز منهم نركز نهدى ونبقى منطقيين بمعنى ايه؟ بمعنى انه احنا بنلعب مع الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور وبس وبس هي دي الصعوبة في الموضوع انت بتلعب مع المنتخب بيلعب على الأرض ووسط جماعيره بس ما فيش صعوبات تانية نقعد نخلقها ونختراعها لنفسنا تشغلنا وتشغل لعيبة منتخب مصر أصلي الحكم مش عارف مين والحكم ده هيلعب لصالح الكاميرون أصلي المساحات بتاعت كورونا ممكن تطلع إجابية لمنتخب مصر عشان خاطر الكاميرون مش عارف تعمل فيه ايه أصلي سامو القيتو بيقول للعيبة بتاعته انها حرب ومش عارف ايه أصلي لعيبة الكاميرون هيلعبه معنا مش عارف بطريقة عنيفة وكل الكلام اللي حضرتك والهواجس اللي حضرتك بتخلقها لنفسك منتخب مصر حالي دلوقتي تحطها على جنبه كلام اللي لعيبة منتخب مصر إحنا في مباراة المغرب الحكم مش عايز أقول إنه كان ظالم عشوهم كانش ظالم يعني بشكل فجي يعني المباراة كانت عادية بس كانت قراراته في كثير من الأحيات ممكن ما تبقاش في صالحنا القرارات اللي هي مش حاسمة ومش حساسة بس ما كناش مرتاحين يعني ما كناش مرتاحين من أداء الحكم بس ما كانتش كارسة يعني وفي النهاية وفي البداية أو في البداية والنهاية أداءك أنت ورجلتك ولعبك وشغلك الفني وتركيزك هيخلوك كده كده تكسب لو أنت اشتغلت كويس مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف وبصراحة كده اللي بيجينا من الكاميرون كله إنه الناس بيتعامل معنا بشكل محترم شعب محترم شعب طيب حتى التنظيم بالنسبة لنا كان معقول آه الصغر اللي حراكم شفتها مش عارف بيعملوا الاستشفاء فين لعيبة منتخب مصر والشكل دي إمكانيات البلد ودي إمكانياتهم وخلص وإحنا متفاهمين وإحنا مسافرين وإحنا لعيبنا بالمناسبة ولعيب منتخب مصر دول لعبه في إمكانيات أقل من كده بكتير وكانوا رجال أو كذبوا بطلات سواء مع عنديتهم أو مع منتخب مصر بلاش مبالغات في المبررات اللي احنا ممكن نكون بنخلاقها لنفسنا عشان لقضة لا لو خلصنا نقول أصله عشان واحد اتنين تلاتة اربعة لا لو لعيبنا كورة ولو لعيبنا بأداء في رجولة زي ما عملنا قدامكو الدفور والمغرب مفيش أي زرف هيقف قدامنا رود نسكت فيه شوية اللي هو إيه هو محمد أبقابل هيلحق يا رب يلحق هو لوينش هيلحق يا رب يلحق أصلا لازم حمدي فاتح يلعب المباراة دي أصلي طب ما تخلوش النووي يجهز بسرعة عشان احنا محتاجينه حجازة كده مش هيلحق يبقى عندنا مشكلة في الدفاع لا احنا ندعم اللي موجود والمصاب ندعي له ربنا يشفي عشان يفيدنا بعد كده ان شاء الله في المباراة النهائية بس ندعي للي موجود أو ندعم فاتت انه اي لاعب يغيب عن منتخم مصر اللي غيره بيسد غاب عمر السلية غيره سد غاب فاتوح عيمان أشرف سد غاب الوينش عبد المنعم عمل أداء رجولي وعظيم أكرم توفيق غاب جي عمر كمان عبد الواحد عمل أداء رهيب وعظيم كل لاعب غاب عن منتخم مصر طبعا الشناوي غاب أبو جبل عمل أداء عظيم وأبو جبل خرج دخل محمد صبحي وعمل أداء عظيم اي لاعب في منتخم مصر بيلعب برجولة وإمكانياته كبيرة في حراس المرمى تحديدا محمد الشناوي مفيش خلافة والحارس الأساسي لمنتخم مصر والحارس الأول لمنتخم مصر الناس كيتشك في محمد أبو جبل عمل أداء روعة روعة فيما تبقى من مباراة كوديفور بعد خروج الشناوي وفي الوقت اللي لعبه في مباراة المغرب وشال كور خطيرة جدا في مباراة كوديفور تصدى الكورة صعبة جدا وتصدى لضرب الترجيح رجحت كافة مصر في هذه المباراة في مباراة المغرب صد كورة إعجازية قبل خروجه من المباراة وكورة كانت فرقة جدا في مصاري المباراة بشكل كامل ده محمد أبو جبل لما محمد صبح نزل عمل أداء محترم جدا محمد صبح هاش تبقوا عارفين برضو الناس اللي تتكلم على فكرة أنه حارس صغاية لسه ما عندهش خبرات ما هو نفس الكلام يتالع على محمد عبد المنعم ومحمد صبح بالمناسبة اللي يعرفه هيعرف أنه عنده شخصية يعني ما بيخافش لعب مع المنتخب الأولمبي وكان أفضل حارس في كأس نومة الأفريكية مع المنتخب الأولمبي أداءه رائع جدا في الوقت اللي لعبه بشكل اضراري مع نادي الزمالك قبل ما يمشي من الفريق أداءه الآن مع فرقه ممتاز فما فيش ألأ على محمد صبحي لو هو اللي حرس مرمى منتخبنا الوطني متعود على الأجواء الأفريكية متعود على اللعب الدولي مع المنتخب الأولمبي وهو حارس صغير في السن ولكن كبير في الإمكانيات فإحنا متنبينين جدا ده فيما يخص حراسة المرمى بلاش ألأ من الغيابات الغيابات مرهقة ليه لو فيه سبب لإرهاق الغيابات إنه بيقالل الخيارات قدام المدير الفني يعني لو أعايز يلعب بطريقة معينة فممكن هيكون محتاج اللعيف دوت عشان إمكانياته تليق بالطريقة دي وفيه لعب تاني يليق ليه طريقة أخرى ممكن ده يلحق المدير الفني عشاني في سن اللعبة كلها تبقى جاهزة طبعا وكمان عشان بدنيا منتخب مصر أنهيك أكيد في المباراتين اللي فيهاتهم مبارات كودفوار ومبارات المغرب 120 ديئة و120 ديئة فأنت طول ما ما أنت عندك بدائل كتير هتقدر تتحرك براحتك وتقدر تشتغل براحتك بس كده كده اللي موجودين رجالة وأنا مش ألانه خالص من موضوع الغيابات خالص حتى لو أبكلمك على الغيابات مهمة بس مش ألانه وبالمناسبة الوينش وحمد فتح خلاص بقوا جاهزين للمباراة طبيا جاهزين للمباراة فنيا حسب اختيارات كيروش لكن الوينش وحمد فتح ممكن يلعبوا المواجهة القادمة قدام المنتخب الكاميروني حجازي للأسف للأسف مشواره انتهى في البطولة بسبب تمزق في العضلة الضمة هيغيب خلاص عن المباراتين القدمتين إن شاء الله أنا ميبقوا مباراتين مبارات نصف النهائي ومبارات النهائي عفوا ده بالنسبة لحجازي والوينش وحمد فتحشي ناوي لسه بياخد مران استشفائي وأبو جبل برضو أبو جبل عنده إيجاد فممكن يلحق ممكن أو ممكن لا بس يعني الأمور ممكن تبقى صعبة في مبارات كمان هيعرفوا بكرة إذا كان هيلحق ولا مش هيلحق هذه المواجهة طيب